غير مع القوحدة من هذا المكويل العجيب قلوا وداعا لأمراض صدر وضيق التنفس عن تجربة شخصية يعني هائل وأنه يحسن عملية التنفس ويعجحة الحساسية وتعجح أمراض أخرى خليكم معي للآخر بس تكتشفوها ويلا نبدأ وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة كنت من تكونوا بخير والأخير يا رب أرجعت لكم في فيديو جديد وهذا الفيديو نتقسم معكم سيملة عجيبة وفوائد عظيمة لهذا المطحون هذا خليكم معي للآخر باش تكتشفو فاش غيفيدنا وفاش غدي نستخدمو استعمالات أكثر من رائعة ومجرد بغا تفيدكم بزاف بالأخص فالفترة هذه كنتمنى في لنا الحصة عناتنا الإيجاب دي لكم كشكرككم بزاف زافة المتابعة ما تنسونيش بلايكور بارتاج وفرجة ممتعة نبدأ بسم الله على بركة الله كما كتشوفوا معايا هذا هو المكوين السحري اللي غادي نضروع له اليوم هذا هو المطحون لالنبق هذا هو النبق كما كتشوفو تمار صدر صدر المذكورة في القرآن يعني الشجرة مباركة الحمد لله يعني هالتمار دي لها كتعجين بزاف ديالأمراض وعندها فوائد عظيمة لسحة ديالنا دي جا تقسمت معكم بزاف ديالفوائد اليوم غا تتعرفوا معي على فوائد أخرى واستعمالات أخرى بإذن الله عن تجربة شخصية وغا بدأوا بأول استعمال بالنسبة قبل ما بدأوا بأول استعمال الأول حاجة نعرفكم على بعض الفوائد العظيمة ديال هالنبق هذا انه غني بالفيتامينات والأملاح المعدينية وكيحتوي كذلك على السكرية الطبيعية وانه جيد وكيقوي المناع يعني في هاد الفترة هاده اعطوا لوليداتكم انبقوا اخدوا انبقوا بالأخص فهذا المرض هذا دياله دياله بق هذا هادنبقرة غا يفيدكم وغا يسهل عليكم الكثير وخليكم معي لآخر نعطيكم مصفة اللي أنا تعالش منها شخصيا يعني فعالة ووصفات أخرى بإذن الله اللي غا تفيدكم وكذلك نتعرفوا على الفوائد الأخرى دياله انه رائع وكيهد الأعصاب يعني وجالب لنا وبنسبة الناس اللي عندهم بتراب النوم وكيشيهم شناس وكيهدهم الأرق ما عليهم إلا أنهم ياخدوا هادنبق هذا سواء كم طحون أو لا ياخدوه في أي حاجة بغاو مع الماء مع الحليب يعني فاش ما بغاوه أو لا غير ياخدوه مع القوي شربوا وليه الماء را غادي يفيدهم بزاف وكذلك أنه جيد الأمعاء يعني فالأمعاء را كي يعاجها هادنبق هذا وكذلك اللي عنده ألتهاب الأمعاء أو اللي عنده ديال الحرقة ديال المعدة أنه كيطهر المعدة وجيد هادنبق هذا مع المدومة ليه من طبيعة الحال يعني ما تخافوش منه ورخات تسع منه تشهر ما كيأتر مواله جيد للصغر والكبار وكذلك نبق سبحان الله نهو مطاهر رائع لجسم وكيقتل الميكروبات في الجسم والجراتم يعني رائع ماليكم إلا بالنبق سيجيبوه ومسحوه وكينهك اللي كيغسلوه بسرعة وكينضفوه تحطف الشمس بشينشف يعني غير ما تعطلوهش في الماء غير كتحيدوه عليه الغوبار بحلكة وكتمسحوه وكتطحنوه بالعدم دياله يعني هو راح صح يتطحنوه بالعدم دياله بالنسبة كذلك للناس اللي كيصوموها أو اللي راح جيد نبقي يأكلوه لأنه كيتفي يعني الشعور بالعطش ما كيحش الإنسان بالعطش كذلك جيد بالنسبة للناس اللي كيحسوا بالعياء يعني ركيمد الجسم بالطاقة أو تحس الإنسان يعني بالنشاطه بالحيوية لأنه كيحتوي على السكرية الطبيعية يعني مع لكم إلا أنكم تسهلكو من بقوا تعطيوه كذلك لوليدتكم إلا ما بغوش لكم الأطفال بهذا الشكل يعني غادي نعطيكم وصفات باش تعتوي الأطفال للكم ممكن أنكم تحنوه بهذا الطريقة هذي ممكن أنكم يعني تخلطوه بالعسل يعني وصفة سيحرية ممكن تعطيوها لده الأطفال للكم إلا ما بغوش لكم زيت الزيتون يعني ممكن أنكم تخضو هذي المطحون هذا الدين بك بهذا الشكل هذي وكتفو عليه شوية دي العسل العسل من طبيعة الحالي يكون طبيعي كيف كتشوفوا معي يعني دا بعد ما خلطنا هذا الخليط هذي نبقى مع العسل مع الصباح يعني على الريق جيد هذي بزاف دي الأمور يعني رائع وكذلك جيد للأطفال أنه يقوي المناعات يعني يعطوه الأطفال للكم إلا ما بغوش ياخدوه بهذا الشكل هذي خلطوه يوم مع العسل يدهنوا به الخوز يعني راه رائع وغيف يدهن بزاف ومن بين أهم الاستعمالات الاستعمال سنة بعد نبقى هذا ومن بين أهم الفوائد العظيمة عن تجربة يعني أنه الحمد لله يعني لقيت تحسن كبير بعد أنه كنت عانيت من الحسسية وكذلك تغيب التنفس بدمش هكا الإنسان لا شمشي برودوي أو لا كنت عدو حسسية من شي حاجة أو لا أي حاجة مهم هذا أره جيد بزاف وكي حسن عملية التنفس ما لكم إلا أنكم تاخدوه مع القاة الصباح ومع القاة في السنهار ومع القاة في السوء خدوها غيم على الماء يعني في أي وقت انتم ما بغيتون مش بالضرورة تكون هكا قبل الأكل أو بعد الأكل يعني في أي وقت غي كدوزو كتاخدو هاد المطحون هادا وكذلك ممكن أنكم تضيفوه الحسو وممكن تضيفوه لأي حاجة كانت هكا قدامكم يعني في بلس ما تضيفو السكر كتضيفو النبق وفيه واحد السير كذلك عادة ما نقولون لكم في آخر الفيديو كذلك تكنستعملوه حتى بهالطريقة هادية وكنضيف لي حتى زيت زيتون كان أخدو كذلك مع زيت زيتون وممكن أنكم يعني بالنسبة الناس لأنهم مشكل لحكا لأنهم مشكل لحجر في الكلاوي هادي كذلك جربوها الناس ونشحات معهم بإذن الله أنكم كتاخدو هاد المطحون هادا ديال نبق تديرو عليها المطايب وتتخليو يعني هتتي فترو كتشربوه في الصباح على الراق يعني كتضوموا عليه دوموا عليه الناس يعني وردوا بليهم الحجر من الكلاوي سبحان الله وتبني سب الناس لأنهم سبحان الله يعني راه تمرة ديال الشجرة المباركة المذكورة في القرآن كنتم بنا فعلا تحيدكم لذلك هذا المطحون هدا ديالنا بقى أنه جيد بالنسبة للناس لأنهم مشكل ديال بومزوي أو للقاول العسابي يعني راه ساهم في العلاج ديال هاد الناس هادو يعني ها تشرب يعني فعال ومجرب كتاخدوه سواء تتاخدو هاكا يعني غير هاد المطحون دياله يعني كتتسمروا أنكم كتاخدو غير المطحون دياله يعني هاكا غير مع الماء كتشربوه الصباح كتشربوه وسط النهار كتشربوه في الليل وكذلك إلا بغيسوا أنكم تديروه مع العسل أو زيت زيت وكتدوم عليه كتهن من ذاك المشكل يعني إلا أنكم يعني دبرا هنبقى موجود في الأسواق ره هدخل أنكم تشربوه وتعطوه لأبناء ديالكم لأنه رائع وكي زيد في التركيز وكذلك أنه جيد وتيمدهم بالطاقة يعني ما لكم إلا أنكم تعطوه لأطفال ديالكم أو لديرو لهم في الصباح في الفطار مالعسل أو لمعزيس راح فاعل وغادي يفيدهم بزاف بإذن الله بالأخص في الفترة الدراسية كذلك المطحون نبقى أنه جيد للمرأة الحاملة يعني يفيدها ويفيد الجنين ديالها غير ما تكترش منه بالنسبة للمرأة الحاملة ما خصدش كتر منه أما هو راه رائع وفيه بزاف ديال فوائد بإذن الله كذلك بالنسبة الناس لديهم سوء الهضم لديهم مشكلة يعني أنه راكح سن من عملية الهضم وكذلك يأخذوه حتى الناس لديهم مشكلة لألم المفاصيل وألم العدلات يعني هذا النبق هذا فاعل من الأجدد ومن الأباء يعني يعني يخذكم ترجعوا العداء القريمة لكنا كن ناخذو عن موزر يعني دائما يكون في الجيوب ديالنا مع لكم إلا أن سأخذو النبق بكثرة وتستهلكو يعني على طول السنة هو ما كيخسر راها غادي يفيد كون بزاف بالأخص فاش يسكون هكا الفترة فاش غادي يدخل إن شاء الله البرد تكون نزلت البرد وهو راها ضد يعني 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 يعالج هذا المشكل هذا ديال نزلت البرد ديال السعال يعني بزاف الحرارة إلا رتفعات الأطفال أو رتفعات لكم شو مرا كيخفض الحرارة بإذن الله يعني ما عليكم إلا أنكم توجدوا النبق وتستهلكو لأنه غيفيد ويفيد الأبناء ديالكم وباش تستفيدوا أكثر وأكثر من هدا التمع ديال السيدر أنكم تأخذوا هذا النبق هذا تطحنوه بالعدم ديال لهم الأحسن تطحنوه ولا تطحنوه لكي يطحنوه وتغربلوه وتخليوه يعني فقارو راس وتسهلكو يعني تديرو في الخبز تديرو في الحلوية تديرو في الكيك بالنسبة للسير العادي من ديال هذا المطحون هذا قد ينبق أنه يسر علينا في العلاج وإلا أخذنا مرأ أي عشبة أخذيناها لكينا سوف نتشاف في ربيع يومين أو في النهار يعني سبحان الله أنه يضعف أي حاجة أخذيناها وكذلك يسر علينا في حمالية الإلاج وبالنسبة لهذا الخليط هذا اللي درنا مع العسلرة ممكن تديرو مع الزيت يعني يجيب حل الشكل ديال أملو يجيغزال ممكن تقدموه لأبناء ديال تدهنو بهك الخبز يعني يجيغزال وممكن تأخذوه بالمعلقاء يعني وتعرفته على الفوائد العدي مع ديال النبق سبحان الله وأنه يفيد بإذن الله وليما فهم شي حاجة يخليها ليفتع عليكم مرحبا بالاقتراحات والأراء ديالكم وكنشكر لكم بالزبزف على المتابعة لا تنسوني بلايك تباتجوا الفيديو من أهل أحباب ديالكم مش فائدة وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا مع المتابعة